صحة أسنان المجتمع وبقاء الأسنان لفترة طويلة في الفم تؤدي إلى انحصار اللثة فبدأت عندهم المشاكل هذه تزيد فصاروا يبحثونها أكثر فالورط المياه وجود نسبة الفلورايد في الماء وفي الورط الأسنان التصبغات الأسنان هذه كلها يبحثها المجال مشاكل الأطباق والمضغ هذه نتكلم فيها إحنا في محاضرة تقويم الأسنان إن شاء الله برضو التخصص يبحث في انتشار الشفة الأنرنبية وعلاقات ومسبباتها أورام الفم وانتشارها أيضا ما يبحث برضو في الأمراض هو أيضا يبحث على المجال الإداري في النظام الرعاية الصحية في طب الأسنان العيادات الصحية نسبة العيادات إلى المواطنين الإدارة الصحية في طب الأسنان وكيف تدار المواد والموارد البشرية راح نتكلم على بعض الدراسات الكلاسيكية أو الشهيرة في طب الأسنان اللي كان لها تأثير وعن طريقها اكتشفوا العلاقة بين التغذية مثلا ومشاكل الأسنان وهذه الدراسة أحد أوضح الدراسات اللي توضح علاقتهم والنظام الغذائي الحديث بزيادة نسبة تسوس الأسنان في جزيرة تريستين داكونا هي جزيرة في المحيط الأطلسي جنوب أفريقيا الجنوبية ما كان عندهم أي تواصل مع العالم تقريبا كانت مستعمرة بريطانية تمت ثلاث دراسات مسحية في هذه المنطقة كانت نسبة التسوس في أول دراسة عام 1932 نسبة التسوس صفر بحكم أنه الشعب ما كان يأكل لأكل كله ألياف أكل طبيعي في عام 1960 اضطر أنهم يسون أخلاء لكامل الجزيرة إلى إنجلترا بحكم أنها مستعمرة بريطانية في عام 1962 عملوا دراسة مسحية لأفراد الجزيرة نسبة التسوس وصلت إلى خمسين بالمية لأنهم تعرضوا إلى الأكل المكرر السكريات في عام 1963 رجعوا سكان الجزيرة لجزيرتهم عام 1966 سووا دراسة ثانية على نسبة التسوس وجدوا أنها وصلت إلى ثمانين بالمية بحكم أنهم جابوا معهم أنواع الأغذية وتعرضوا لها فزادت نسبة التسوس فنقدر نوجد العلاقة بين نوع الغذاء والتسوس أحد الدراسات الأساسية في صحة أسنان المجتمع لدراسة العلاقة بين نوع الغذاء والتسوس كانت مصحة فيب هولوم العقلية هم كانوا يبحثون دراسة كمية السكر وكمية الأكل بين الوجبات ونسبة بقاء السكريات في الفم كيف يؤثر على التسوس تم تقسيم المرضى في المصحة العقلية إلى مجموعات كل المجموعة حددوها نظام غذائي في كمية السكريات والكروهيدرات محددة أهم مجموعتين كانت المجموعة التي لم تأخذ أي سكريات في نظام الغذائي والمجموعة الثانية كانوا يعطوهم بين الوجبات الرئيسية كرة بحجم القولف تقريبا من التوفي على أساس المريض لا يمكنه يبلعها مباشرة فيضطر يأخذ وقت طويل ويمضغ فيها على أساس تكون تلامس بين كرة التوفي والأسنان لفترة طويلة طبعا واضح أن الدراسة كانت غير أخلاقية بس في الزمن اللي تمت فيه الدراسة كانت الأبحاث أو الأخلاقيات البحث العلمي ما هي في أحسن حالاتها طبعا ما يحتاج أقول لكم تأثير السكر كان واضح في المجموعة اللي كانت تأكل كرة دراسات الغولف من التوفي مقابل المجموعة الثانية بما أنه نتكلم حنا على الدراسات الغير أخلاقية دراسة تسكية كانت أحد أضخم الدراسات اللي أدت إلى إنشاء نظام أخلاقي في قامة الدراسات هي دراسة أثر مرض السفلس وكيف يتطور مرض السفلس أو الزهري مرض ينتقل عبر التواصل الجنسي تمت عام 1932 على مجموعة من الأمريكيين من الأصول الأفريقية كانت في قرية تسكية في أمريكا كانت العينة فقط من السود عام 1932 ومتابعتهم لدراسة تطور المرض عام 1932 بدأت الدراسة عام 1940 اكتشف في مكان آخر أنه البنسلين أو المضاد الحيوي البنسلين كان هو العلاج المناسب بدراسة المرض الباحثين في هذه الدراسة جاهلوا المعلومة هذه واستغلوا العينة الفقيرة من المرضى أنهم يعطونهم أكل وأنه راح يسولهم تأمين إذا توفوا تأمين تغطية تكاليفة الوفاة وقالوا للمرضى أنكم أنتم عندكم نوع من أنواع أمراض الدم بدون ما يعطونهم خبر أنه ترى ما نحن قاعدين نعطيكم أي نوع من أنواع العلاج من عام 32 إلى عام 72 والعينة هذه يدرسونها ويدرسون تطور المرض كيف ينتقل وكيف مضاعفات المرض بدون أي نوع من أنواع العلاج إلى ما اكتشفت في عام 72 توقفت الدراسة طبعا 28 ماتوا بسبب المرض 100 شخص مات بسبب المضاعفات المرض 40 أمرأة أصيبوا بالمرض من أزواجهم 19 من الأطفال ولدوا بالمرض فكانت تأثيرها عالي جدا وصدل تأثير الدراسة هذه كان في المجتمع الأمريكي ضخم من عام 72 إلى عام 97 والمجتمع الطبي يدرس الحالة هذه كانت غير أخلاقية في عام 97 أخيرا الرئيس الأمريكي طلع باعتذار مؤثر جدا حكم أنه هو متحدث جيد فرح نترككم مع المقطع الاعتذار تقريباً ثلاث دقائق هو يعتذر فيه للشعب الأمريكي خصوصاً من الفئة السود عن الجريمة التي ارتكبها الباحثين تجاه هذا الأقلية من المجتمع بأثير دعوكي فالرقاء الأمريكي بأثير من الوصول المترجم العام في التقرنت في الوصول انه للمتزل نحن نظر لحظة لفور عام قبل كبيرًا لا حظة لعدون بعض الأمريكي أحسن نشأ ولكن بأحسن نحن نذك لحظة كان في أحيم لغذا كان عندما ذكرتنا بحث الآم واناحةjer أسماع المغista So today America does remember the hundreds of men used in research without their knowledge and consent. We remember them and their family members. Men who were poor and African-American, without resources and with few alternatives, they believed they had found hope when they were offered free medical care by the United States Public Health Service. They were betrayed. Medical people are supposed to help when we need care. But even once a cure was discovered, they were denied help, and they were lied to by their government. Our government is supposed to protect the rights of its citizens. Their rights were trampled upon. Forty years, hundreds of men betrayed, along with their wives and children, along with the community in Macon County, Alabama, the city of Tuskegee, the fine university there, and the larger African-American community. The United States government did something that was wrong, deeply, profoundly, morally wrong. It was an outrage to our commitment to integrity and equality for all our citizens. To the survivors, to the wives and family members, the children and the grandchildren, I say what you know. No power on earth can give you back the lives lost, the pain suffered, the years of internal torment and anguish. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful. And I am sorry. And I thank a lot for the people who have been in the community of the state and the city of Colorado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ترجمة نانسي قنقر